الأهلي بس يعني خلاص نقطة من أول سطر الأهلي ده الأهلي ودي جمع النادي الأهلي وده رئيس النادي الأهلي لطا الحقيقة بتقول كلام كتير جدا ومعبرة إلي يخلي رئيس نادي كبير جدا في عز فرحة انتصاره وتحقيق لقب جديد في بطولة مهمة واحدة من أبد أنت بتقابل بطل قارة يعني بطل كونفيدرالي هو بطل قارة إفريقيا بتقابله في مواجهة صعبة فريق لي احترامه فريق مباراة والسيناريو مباراة كان شديد التعقيد صعوبات كتيرة جدا قبلها النادي الأهلي في المواجهة دي إلي يخلي وسط كل الزحمة دي والفرحة دي رئيس نادي يهتم أن يتواصل مع واحد صغير ولد صغير جدا لسه بيبتدي مشوار تشجيع مع النادي عشان يطيب خطره عشان يجبر خطره إلا لو كنا بنتكلم على النادي الأهلي وإلا لو كنا بنتكلم على رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب طبعا ما فيش شك دي مش حاجة جديدة على كابتن خطيب من أعظم رؤساء النادي لأن عندها على مستوى الأفريق كله على نادي الأهلي نادي كبير جدا يعني كابتن خطيب جمهور بيعشقه الجمهور ممكن يكون في الأول كان زعلان شوية في البدايات لكن كابتن خطيب ومجلس دارة كله الوقت اللي مر خلال الدورة الأولانية أثبتوا بجدارة الجمهور نادي الأهلي إنهم فعلا يستحقوا يكونوا في المكان ده كابتن خطيب غاني عن أي حاجة هو بيعملها فترات اللي فاتت لأن كابتن خطيب بالنسبة للعيبة والجمهور كلنا من سعورنا بنعش حاجة اسمها كابتن خطيب فبتمنى له التوفيق إن شاء الله في الدورة التانية هو مجلس دارته ودائما مزيد من البطولات بإذن الله إن شاء الله بطولة كانت صعبة كابتن محمود جدا طبعا وسيناريو مباراة ما كانش متوقع يعني كانت الجماهير كلها شايفة اللي لنا ومشايفة اللي علينا شايفة الأهلي في الموسم ده دقيق ممتع شايفة سكواد هي الأقوى على مستوى قارة إفريقيا شايفة نجاحات بيتسو موسماني الإفريقية على مدار السنة أو على مدار الفترة التي تولى فيها المسئولية موسم ونص موسم قدر يجيب اتنين دوري أبطال قدر يجيب سوبر إفريقي قدر يجيب برونزية العالم فالرجل حقيقة خارجيا يعني مكتسح ما فيش فريق في إفريقيا قدر يقف قدامه لكن ما كانش شايفة كتير من الصعوبات اللي ممكن تكون بين السطور أو ناس كتيرة ممكن تبقى متخوفة منها أهم الحاجات من وجهة نظرك اللي صعبت علينا المباراة يعني بصرف النظر عن فرحتنا بالفوز والتتويج لكن خاتف أنه في حاجات كتيرة جادا صعبت المباراة على نادي الأهل نص ما فيش شك طبعا أن كنت متوقع السيناريو أن هيبقى فيه صعوبة في المكسب لكن مش متوقعا أن أهل يخسر البطولة أنا كان عندي يوكين بالله أن العيبة الأهل ومجلس إدارته والجهاز الفني أن هذه الأهل هيكسب البطولة أن هذه الأهل معاودنا دايما على البطولات دي بيبقى رجالة فيها اللعيبة كلها بتبقى رجالة لكن كان فيه صعوبات كنت متوقع السيناريو أن المكسب يتأخر وده ناتج عن اللي حصل في المنتخب مصر عندك العيبة مجهدة الشناوي أيمان أشرف مش راجع بحالته البدنية اللي هو عليها أكرم توفيق حمدي فتحي بالنسبة لشريف وأفشا مش هتكلم عليهم بدنيا لأنهم مشاركوش بالشكل المطلوب مع المنتخب مصر لكن كان عندهم ضغوط نفسية من مستر كروش نفسيا ما كانوش في حالتهم شايف إنه شريف وأفشا أنا بشوف إنهم يتعاملوا نفسيا مش كويس مش الاتنين اللعيبة اللي يليق بيهم التعامل دوت في المنتخب مصر كان يستحقوا إنهم لعيب بهدف الدوري محمد شريف أفشا من أفضل لعيبة إذا ما كانش هو الأفضل فعلا في الدوري المصري خلال الموسمي اللي فات ما كانش يستحق إنهم يتعاملوا بالشكل ده فكان عند خمس ست لعيبة مجهدين مجهدين بدنيا بشكل كبير جدا فالله يكون فعون مستر موسماني والجهاز الفني بعودة لعيبة المنتخب مصر ما فيش شك إصابة الصلاية فرق كتير جدا في بداية المباراة ده اللي خلى اللعيبة داخلت في الجيم متأخر كون إن أنا رجع ياسر إبراهيم يقوم بدور حمدي فاتحي قد تأخر شوية للعيبة في دخول المباراة ناس كتير اتكلمت في الحتة دي طبعا حمدي فاتحي يعني فيه ناس كتير كانت شايفة إنه ليه الراجل ما فكرش يخلي حمدي في مكانه وينزل أقرب مثلا يلعب جنب ديانك ده اللي أنا قلته وأنا بتفرج قلت يعني أقرب حاجة إن أنا مخسرش حمدي فاتحي في البوزيشن الجديد اللي أنت حطته فيه واخسر طريقتي وكون أنا حط أكرم توفيق جنب ديانك وحط محمد هاني أو أيا كان مين متواجد في البكريت كان هيدي الأفضلية في الجيم من البداية للنادي الأهلي لكن أنت مستر مسلماني عنده ثقة في حمدي فاتحي إنه يبقى جنب ديانك وياسر إبراهيم هو اللي يكون متواجد ورا فطبعا إدى تأخر شوية في أن أنت تخش الجيم من أنت قريضي بتلعب بقى بثلاثة سبتين حمدي فاتحي كان بيدي زيادة في نصر المعب بزبطه ويقاديها بشكل رائع وتحسب لمسر مسلماني وجهاز الفني إنك قدرت تتوظف حمدي فاتحي في المكان دوت وإنك استجابت لطلبات جمهور كبير جدا للنادي الأهلي إنك كنت مطالب إنك تغير الطريقة في الشك كان الناس والجمهور مدى شوية زعلان شوية بالطريقة بإن فيه لعبة مش في حالتها الوضع السنة دي مختلف جدا للنادي الأهلي الشكل متغير بشكر مستر مسلماني على حاجة معينة جدا وهي مش موجودة في كل المدربين الأجانب وهي إنك مش مدرب عينة دي بتسمع للناس بتسمع لمجالس الإدارة بتسمع للجهاز المعاون ما عندكش حيطة العينة دية في اختياراتك وده اللي منجحه هو الجهاز المعاون اللي معاون الناس كلها عارفة طبعا إن مستر كروش مدرب عينة دي وده أثبت لنا فيه في بطولة كاس العرب لا بتسمعش لحد رأيك من قرارك من دماغك ناس كلها مش أنا بس وأكيد حضرتك كنا شايفين اللي حصل في كاس العرب لا كنا منتخب مستك ممكن يبقى أفضل من كده ويبقى في حتة تانية أفضل من كده بكتير لو لا العينة دي شوية في بعض القرارات وفي بعض اللعيبة وفي بعض الاختيارات كان الشكل ممكن يبقى أفضل كتير لكن أنا بشكر مستر المسلماني على أن أنت استجبت لطلبات جمهور كتير من نادي الأهلي والمجلس الإدارة وأنك بدأت تتغير من الطريقة بدأت تتغير من اللعيبة جالك صفقات كبيرة جدا على رأسوهم برستاو وأحمد عبدالقادر وغيرهم الشكل تتغير في نادي الأهلي وده نتج على أن أنت دلوقتي في الأسبوع السابع أو الأهلي جايب ست مبارات على معتقد لا الشكل مختلف في نادي الأهلي بيحقق ست انتصارات وعنده مباراة بكرة إن شاء الله ماشي بشكل كويس جدا لكن الفترة اللي جاية الأمور هتصطعب على نادي الأهلي تخب مصر بطولة أم أفريقيا كاس عالم أندية فعلا لا تكون فعونهم تعالى أكلمك شوية لحمد عبدالقادر أنا هسيب السوبر بوي للآخر يعني السوبر بوي بتاع السوبر كوب هتكلم عليه في الآخر عشان ده كريزة الماتش أبتكلم على طاهر طبع بس هتكلم الحقيقة على نجوم كمان أجاده وأقدمه مستوى مش بس في ماتش السوبر مع الرجاء لكن في ماتشات تانية كتير جدا بالشكل اللي خلى كتير من الجماهير أنا دايما عشان الجمهور مش في مدرجات قوي فسوته مش واصل فبحاول أشوف الناس بتتكلم على إيف في السوشال ميديا أحمد عبدالقادر من الأسماء اللي ليها نصيب الأسد وناس دايما بتتكلم على أنه عبدالقادر لازم ياخد فرصة كاملة ولازم يبتدي أساسي وأنه مثلا على سبيل المثال في المبارات المبارح غير من شكل وطريقة واسلوب أداء النادي الأهلي فبالتالي كتير من الجمهور في النهاية القرار بتاع مست المسلماني دي قصة احنا طبعا عارفينها لكن لكن خلينا اسمع رأي كابتن محمود هل شايف أنه عبدالقادر أنا الأوان ويناس كمان بتقولك أنه عبدالقادر تظلم ظلم باين بعدم انضمامه لمنتخب مصر طبعا رأيك كابتن محمود في الشك النادي الأهلي كان بيوفقد الموسم اللي فات في الطرفين حتة النواحي الفردية والمهارية كنا مفتقدينها عبدالقادر من اللعيبة الصغيرة اللي فرقت معاه حتة أعارته لسموحة فنش بشكل كويس جدا مع سموحة تحسب لكابتن أحمد سامي توظيف أحمد عبدالقادر وأنه هو يدي له عدد المبارات كبيرة ويحرص 11 هدف الموسم اللي فات غير الأسست اللي هو كان شغال عليه رجوعه لنادي الأهلي كانت صفقة من أهم الصفقات رجوعه هو عمار لكن بالأخص أحمد عبدالقادر لأنه هو لشارك أكتر من عمار عبدالقادر طبعا هو بيحتفل مبارح تعرف جمهور النادي الأهلي اللي انطباع الأول بالنسبة له بيدوم مش مبارح يعني في مبارات السوبر نحن بالنسبة لنا ده مبارح جمهور النادي الأهلي اللي انطباع الأول بالنسبة له يدوم عبدالقادر عنده شخصية لعيب مهاري وسريع بيقدر ينقلك في التلت الهجوم الأخير بشكل كويس جدا بصم إيه اللي بيحتفل معنا كابتن محمود الأطفال كلهم أطفال لا وسوف يشوف الحالة يعني عموما يعني لما بتاخد طفل في الأستاد في السن ده يعني هو ينجي لكن ده الجمهور بقى له 20 سنة بيتفرق الجمهور في الضحة في الأستاد جمهور نادي الأهلي الشكل بتاع الجمهور حاجة تفرح حاجة تدي باور للعيبة غير عادية أنا كنت مبسوط بشكل الجمهور وشكل الملعب وكنت حاسن الأهلي عمره ما بيغزل جماهيره لما بيشوف العدد الكبير ده أكتر من 30 ألف متفرق في المباراة الشكل كان رائع ده اللي خلى لعادة الأهلي لآخر نفس بيقاتل عشان خاطر يروح الناس مبسوطة صحيح لا سيبك من النقل التليفزيوني للمباراة بكاميرات القنوات اللي كانت بتنقل أنا عايزكوا تدوروا وأكيد خبطوا في حاجاتنا دي كتير على السوشال ميديا الناس اللي كانت فتحة لايفات ساعة الماتش وشوف بقى التصوير من المدرجات في اللحظات في الدقائية الأخيرة بالذات يعني أغلب الناس فتحت لايفات في آخر خمس دقائية من الماتش لغاية لما الأهلي سجل جول وشوف التشجيع في مدرجات النادي الأهلي كان عامل إزاي وشوف الفرحة الرهيبة لما جول جيه الناس يعني شاهز أقول لك كياد نجبت جول في كهس العالم الناس وسبحان الله يعني بقول في أهلات كتيرة جدا بنعدي بماتشات والسيناريوهات صعبة جدا كابتن محمود وبنقض على عصابنا التسعين دي بس المكسب ساعتها بيبقى ليه طعم تاني خاص طبعا بس بعد موراما خلصت أول حاج جات في زيني نادي الأهلي بيدي درس لكل فرق أفريكيا في نهاء البطولات من ساعة استفاكس 2006 وجولة بطريكا كتير بقى من ساعتها الأهلي بيدي درس في نهاء البطولات لفرق أفريكيا كلها من الفرق الوحيدة اللي بتلعب لآخر دقيقة لحد الدقيقة من أول المباراة لحد دقيقة 80 ما كانش عند شاك خلص نادي ممكن يقصر بس تبتدية تتشد شوية من بعد دقيقة 80 لحد دقيقة 89 لما جي الجول يعني فرحة مش قادر أقولك أنا كنت مبسوط جدا وفعلا شاكي تلعب في محله لأ أن الأهلي لا هيكسب بكون إن ربنا يعوضك في دقيقة 89 بجول إذن البطولة من نصيبنا للأهلي وفعلا ما فيش شك وعايز أقولك من أفضل المباريات في ضربات الجزاء اللي شفتها اللي عابت نادي الأهلي تركيز غير عادي لأول مرة شوف اللعيبة فعلا في ضربات الجزاء مركزها بالشكل ده كل اللعيب داخل عارف قيمة البطولة وهو بيحط الكرة في ضربة الجزاء عايز أقف معاك معلقة الاحتفال بهدف طهر محمد طهر لأنه الاحتفال ده بيقول كلام كتير جدا رسالة كبيرة جدا وبيرد على كلام كتير جدا 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 كان بتقال في الفترة اللي فاتت ما كانش فيه لقطة أنسب من لقطة إحراز النادي الأهلي لو عابوا بالمناسبة خلينا أقول لكم إنه لو الجول ده كان جي بدري ما كنتش شفته الحالة دي يعني لو الأهلي سجل الأول أو المباراة دي الأهلي سجل في بداية جول مثلا وفاز بالبطولة 1-0 ما كنتش هتحس بالبطولة دي بنفس الشكل ما كنتش هتقدر حجم المجهود بنفس الشكل ما كنتش هتشوف الروح دي بين اللعيبة وفرحة اللعيبة بطاهر أولهم الناس اللي عادة على الدكة أولهم الناس اللي بينافسها طاهر نفسه عشان يكون موجود جوه الملعب وأعتقد اللقطة دي لقطة الاحتفال دي ترجمة حجات كتير جدا بص اللي عمله طاهر وكون توفيقه في المباراة دي إنه هو اللي يحرز الهدف طبعا ما فيش شك إن الهدف ده ده مش هدف بثلاثة بونت في دوري إي إنت ربنا ادهالك في مباراة نهائي سوبر أفريقي إنه إنت تحرز هدف دي 80 وكون سبب من أحد الأسباب إن الأهل ياخد البطولة دي رسالة أنا بوجهها لكل اللعيبة اللي نبتلعبش حسام حسن دي عمار لعبدالقادر حتى لو إنت بتنزل تغييره لوحيد لكهرباء لكل اللعيبة صلاح محصن لما يرجع رجالة إنك تكون في نادي الأهل اللي أولا دي ناعة مكبيرة جدا لازم عابل تكون عنده صبر إن انت ربنا بيديك نجاحك وتوفيقك فوقته معين هو مخترهولك طاهر إن انت تقعد الفترة دي كلها ما بتلعبش وإن مستر مسمان يبقى عنده ثقة إن يحطك في الوقت ده وعمل تغييره هيلة تغييرتين أول تغييره إنك تطلع أيمن أشرف وتحط شريف وتلعب بس باتنين وراء وديفندرين بالزبط وعبدالقادر وشريف وأفشا رجع حمدي وراء وتنزل وتلعب بديانج بس وتلعب بخمسة طيارين قدام دي جراءة وكل في كل دي جراءة ما عندكش حاجة تانية فيش حاجة تبكي عليها بس دي جراءة من مدير فني زكي إن انت ما عندكش حاجة تبكي عليها وعندك يقين في لعبتك سواء حمدي إنه هو بلعب جنب بانون أو ديانج الوحده انت عندك يقين في لعبتك إنه هيقدروا يفرقوه فدول تغيرتين فرقوا جدا معناه دي الأهلي أنا عاز أقولك إنه قناعات 90% من جمهورنا دي الأهلي إنه الحكم ده لو إدى الوقت الضائع الطبيعي بتاع الهوراء كان الأهلي يكسب كان الأهلي يكسب في التسعين رسالتي لطاهر أنت ربنا قرامك في وقت صعب جدا الجمهور كله في المدرج وأن انت بتحرز الأدف ده أكيد نتيجة تعبك الفترة اللي فاتت في التمرين ونتيجة صبرك وأن انت المدير الفني حطك في وقته معين هو قدر بي أن انت هتنزل إمت فده الرسالة دي للعيبك ولا لما تلعبش لازم تصبر ولازم تكتهد ولازم ما تيأس ولازم تدي أقصى ما عندك في التمرين لأن المكان ده بالذات في أكتر من 11 العيب طيب عشان نقفل سيناريو سوبر أفريقيا عايز أربطه معاك بحاجة مرتبطة ببطولة كسر عام لأن دي بس تسمح لي قبل ما أفتح النقطة دي هروح لفاصل وارجع أكمل كلامه مع حضرتك